ما يدخل شهر رمضان ونحضر للأعمال ويبقى المخرجين مش لقين ما ينفعش غير وفاق عامر تيجي في رجعين يا هوى حتى لو هيتزعف رمضان وتبقى موجودة في جزيرة غمام والتنين مهمين والتنين وبيت الشدة وبيت الشدة فده بتسميه نجاح وبتسميه ايه يعني المخرجين النهاردة شايفينك فين اولا هو حب انا ما عنديش مشكلة مع زميل او زميلة والحمد لله رب العالمين يعني انا لما بشتعل مع شركة بيرجعوا تاني يجيبوني مرة واثنين وتلاتة بتبقى كل حاجة محسوبة من البداية بالورقة والقلم نادرا ما بيحصل لي دروب بيزعلني بس بيعلمني اني مغلطش تاني زميل عشرة عمر محترمين جدا اشتغلت معهم السنة دي كنت محظوظة جدا اتمنى ان ربنا يمن علي بالحظ ده كمان في السنيني اللي جاية لو ربنا كتاب لي عمر ادوار كنت بحس باني اخينا لو قلت لا اخيانة اخيانة للمهنة اللي انا حبتها المهنة اللي انا قدتها من عمري المهنة اللي انا كنت حاسة انها متعة بالنسبالي واستمتاع مجرد التنقل من شخصية لشخصية لشخصية ادوار كانت صاحبة هدف ومغزة ومعنى وبتقدي او بتودي لرسالة فكت حب ازعلانة لو سبت قرتي مين الاول ايه اللي جي الاول في التلاتة خلينا نكلم على رمضان بتشده رجعين ياهوة بتشده الاول وانا بطلة في بيت الشد طبعا يعني انا كان ده بطولتي وبطولة مطلقة وكان مسلسل بيعبر البسطاء حيشوفوه انه هو بيتكلم عن الاعمال وكده لكن المثقفين طبقتين المثقفين اللي شوية قريين حيعرفوا ان احنا العالم كله بيودار وكان صير رعب المغلقة